انخفاض إضافية على درجات الحرارة الأربعاء وأمطار رعدية تتركز على شرق المملكة والتفاصيل بعد هذا الفاصل مساء الخير يستمر تأثر المملكة يوم الأربعاء بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة بحيث توالي درجات الحرارة انخفاضها وتكون أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بعدة درجات مئوية ويكون التقس خريفيا لطيفا نهارا يميل البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية ويتوقع أن تبقى المملكة تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة بحيث يحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق تكون غزيرة أحيانا في شرق المملكة وخاصة في البادية الشمالية الشرقية ولا يستبعد أن تتشكل السيول إثر هذه الزخات الرعدية حيث تصحب بعض هذه الزخات الرعدية بمعدل غزارة مطرية عالي في نطاقات جغرافية ضيقة أما ليلا فيتوقع أن يكون التقس باردا نسبيا بوجه عام وباردا فوق المرتفعات الجبلية العالية كما يحتمل تشكل الضباب في أجزاء من المملكة نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقس العرب دمتم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر